يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق مختلفة من قطع غزة خاصة وسطه ودنوبه ما أصفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وذلك في اليوم الثامن والعشرين بعد المئة من العدوان الإسرائيلية على القطع من جهتها ذكرت وزارة الصحة في قطع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية أصفرت عن أكثر من مئة شهيد وعشرات مصابين وبهذا ارتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطع إلى 28.176 شهيدا و67.784 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي محمد محمد بس بحديش صادق إلي كم يار ترجمة نانسي قنقر